أعوذ بالله السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد نحن في هذه الأيام نحتفل بذكرى ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ومهما اختلف المسلمون على شرعية الاحتفال بذكرى أو عدم شرعيتها نقول المفروض في المسلم أن يتذكر رسوله في كل وقت وفي كل حين لأنه المثل الأعلى للإنسانية في كل أمر من أموره ويتعرض الذين يحتفلون بهذه الذكرى المباركة إلى ولادته صلى الله عليه وسلم يتيما فقد توفى أبوه قبل ميلاده بعدة شهور وكان في تجارة إلى بلاد الشام وفي طريق عودته إلى مكة توفي في المدينة ودفنها عند أخوال جده عبد المطلب بن النجار ثم يعني عادت به أمه وهي في طريق عودتها توفيت في الأبواء وطركته مع خادمته التي عادت به إلى مكة المكرمة فكفله جده عبد المطلب وهو في الثامنة من عمره ثم توفى جده يعني فكفله عمه أبو طالب واضطر إلى رعي الغنم لأهل مكة على قراريت وهو أشرف خلق الله سبحانه وتعالى ثم ذهب مع عمه في تجارة إلى بلاد الشام وعاد إلى مكة ثم يعني خرج في تجارة لسيدة سيدة خديجة عليها رضون الله تعالى وعاد من هذه الرحلة بمال وفير وعاد خادم سيدة خديجة يثني على أخلاقه وعلى توفقه في أداء مهمته فرغبت فيه السيدة خديجة عداها رضون الله وكانت أرملة فتزوجها وهو في الخامسة أو العشرين من عمره وهي قد تجاوزت الأربعين من عمرها وعاش معها أغلب حياته وكان أغلب أولاده منها معد إبراهيم ابنه الذي توفى طفلا ثم جاءت بعثته الشريفة بعد في سن الأربعين وبعد أن عاش يعني في عزلة تقريبا عن مجتمعه الوثري الكافر الذي كان قد ساد الأجواء في مكة جاءه الوحي واضطرب لهذه الفجائية وهو وحده في غر حراء فعاد إلى بيته وقال السيدة خديجة يعني زمليني زمليني وروا لها ما حدث معه فقالت له تقول الله إن الله لا يخزيك أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الضهر وكانت سيدة خديجة أول من آمن به صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالدعوة السرية لفلس سنوات وإن بعدها أمر الدعوة الجهرية فتعرض هو والذين آمنوا معه بالطهاد كفار وفشرك قريش اتهدا اتهدا كبيرا مما اضطره صلى الله عليه وسلم إلى الإذن العد من أصحابه بالهجرة إلى الحبشة على مرحلتين ثم يعني توفت توفى عمه وتوفى زوجته السيدة خديجة عليها رضون الله فطمع كفار ومشركه مكة في المبالغة في إذائه صلى الله عليه وسلم فحاصروا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه في شعب بني هاشم وظل في هذا الحصار لثلاث سنوات حتى اضطروا إلى أكل أوراق الشجر وهو أحب خلق الله إلى الله وأشرف خلق الله عند رب العالمين بعد وفات يعني سيدة خديجة عليه وسلم وكانت سندا كبيرا له ووفات عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه حبية خرج الرسول صلى الله عليه وسلم استنجد بأهل الطائف لعل منهم من يسلم ويؤمن برسالته ولكن من الأسف الشديد يعني آذوه إذاء شديدا ولم يقوم له بأبسط يعني واجبات الضيافة التي كانت مفاخر العرب فعاد يعني مكسور الجناح هو وخادمه زيد بن حارفة ووقف عند جدار لبستان لأحد الكفار أو اثنين من أبناء الكفار ابن ربيع وجلس ينادي ربه بهذا النداء الرائع إلهي إلى من تكلوني إلى غريب يتجهوني أم إلى قريب ملكت وأمري أعوذ بنوري وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلوا عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي صغتك أو أن يحل علي غضبك لك العدبة حتى ترضى ولا حوله الأقوة إلا بك فرقى قلب صغيب العربستان لهذا الغريب الذي وقف ينجي ربه بهذا النداء العجيب فأرسل إليه خادما كان عندهما اسمه عداس كان من أهل دينوى في شمال العراق فحمل يعني طبقا من الفاكهة وحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تمس يده الشريفة هذا طبق الفاكهة قال بسم الله من دهش عداس عداس وقال له هذا الكلام لا يعرفه أحد من أهل هذه المنطقة فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت يا عداس فقال أنا مني نوى قال الرسول على الفور بلد العبد الصالح يونس بن متة فاندهش الرجل لأن يونس بن متة كان قد توفي إلى رحمة الله يعني قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بألف سنة فقال له من أدرك بيونس بن متة فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي وأنا النبي فعكف عداس على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفيه الشريفين وقدميه يقبلها فقال أحد أصحاب البستان لأخيه لقد أفسد عليك خادمك وعندما عاد إليهما عداس سأله ما يعني جرى لك يا عداس قال والله لقد قال كلاما ما يقوله إلى النبي فكان عداس من أوائل الذين أسلموا من خارج مكة برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد المصطفى صلى الله عليه وسلم مع خادمه زيد بن حارثة ودخل مكة في حماية أحد المشركين لأن الاضطهاد والظلم للمسلمين كان قد بلغ شأوا عظيما فأراد البولة تبرت على أن يكرمه فأكرمه بمعجزتين كبيرتين كان أولهم أنشقاق القمر له صلى الله عليه وسلم والتي يحاول كثير من الجهلة أن ينفوها مع أن القرآن الكريم يؤكدها تأكيدا جازما وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي روىت هذه الواقعة قد تواترت تواترا كبيرا ثم أكرمه ربنا تبارك وتعالى برحة الإسراء والمعراج وهي المعجزة التي لم ينلها عبد من قبل ولا من بعد معجزة المعجزات ولن أخوض في ذلك لأن المقام يعني يستدعي أن نعرض شيء الأهم يعني ما يتخفض في هذه التفاصيل التي تعرض في كل سنة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من رحلة الطائف ودخل مكة وتعرض لمزيد من الضغوط فأمر بالهجرة إلى يثرب هاجر هو وصعبه أبو بكر الصديق وتفاصيل الهجرة معروفة عند أغلب المسلمين وكان من أبرزها يعني أنه رسول صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يتجه إلى الشمال حيث يثرب يتجه إلى الجنوب تعمية على الكفار والمشركين ويعني عندما وصل إلى غار ثور أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الغار فحجزه سيدنا أبو بكر عليه الله والله وقال له يعني اتركني أدخل قبلك لأبحث هل في الغار ما يعني أعتبره خطرا عليك ودخل أبو بكر تلمس جدران الغار فوجد فيها فتحات كثيرة فخلع ثوبه ومزقه إربا وبدأ يسد هذه الثغرات ثم بقي الثغراتان لم يجد لهم من فتاة ثوبه ما يسدهما به فسدهما بقدمي ونادى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يا رسول الله فدخل الرسول وكان من شدة الإجهاد لأن غر فور في منطقة جبلية وعرة شديدة الوعورة نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذ أبو بكر وفجأة لدغ أبو بكر من أحد الجحرين الذين كانوا يسدهما بقدمي فيعني لم يتحدث خوفا من إيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن انهارت دموعه على وجه الرسول عليه الصلاة والسلام فاستيقظ من نومه وقال ما بك أبو بكر قال لدغت ورسول الله قال اعطني أين لدغت فمسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مسعه على قدمه الملوغة فشوفي وعندما بدأ نور الفجر في الظهور قام الرسول صلى الله عليه وسلم فرأى أبو بكر أبو بكر بغير الثوب الذي دخل به الغار فقال له يا أبو بكر أين الثوب الذي كان عليه قال مزقته يا رسول الله لأسد به فتحات الغار خشية أن يكون فيها ما يؤذيك فارفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه الشريفتين إلى السماء اللهم اجعل مقام أبو بكر عندك كما قام عندك يوم القيامة وهي دعوة لم ينلها أحدهم من قبل ولا من بعد وتفاصيل رحة النجرة تعرفونها جميعا صراقة وقصتهم مع رسول الله وأبو معبد والبرك التي حلت بوصول رسول الله صلى الله عليه وسلم والنفوذ التي قابلها حتى وصل إلى يثرب واستقبله المسلمون بالترحاب وبالإنشاد وكان أول ما فعله بناء المسجد ولل ضيفا عند أحد الأنصار وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد وشارك بيديه الشريفتين في هذا البداء وبدأ يعني ورفا لزوجاته واستقدم أهله يعني وبقية أهله من مكة وبدأ في وضع دستوري المدينة وبدأ بالمؤخاة بين الخبائل المختلفة من الأنصار وكان بينهم الخلاف طويل على قتيل استمر لأكثر من عشرات السنين ووضع دستوري المدينة وآخا بين أهلها من المسلمين ومن غير المسلمين من اليهود ومن المشركين ويعني وضع هذا الدستور وبدأ يقيم من المدينة يعني مركزا لدعوته الشريفة دخل الرسول صلى الله عليه وسلم في عدد كبير من الغزوات أكثر من 30 غزوة وسرية وفتح الله دعا عليه مكة المكرمة ثم أدى فريضة الحج وهي الحجة الوحيدة التي أداها وعلم المسلمين فيها كيفية أداء هذه الفريضة وودعهم فيها بإشارات كثيرة تشير إلى دنوع أجل الشريف ثم عاد إلى المدينة وبدأ يلاطف أصحابه بأنه مفارقهم صلى الله عليه وسلم حتى فاضت روحه الشريفة بعد أيام قليلة من وصوله إلى المدينة هذا ما يحتفل به المسلمون عادة وهو كلام طيب أن نعرف سيرة هذا النبي الخاتم بشيء من التفصيل ولكن أريد أن أقول أن الرسول عظمته كلها في رسالته صلى الله عليه وسلم علينا أن نحيي قواعد هذه الرسالة العظيمة الرسالة الربانية الخاتمة لأنه ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول وقد طلخصت الرسالة السماوية الأخيرة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم في حتمية الإيمان بالله تعالى ربا واحدا أحدا فردا صمدا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد فقد كان الشرك قد عمى الكرة العظية بأكملها قبل بعثته الشريفة يعني حتى مكة المكرمة التي كانت مهبط كل من إبراهيم وولده إسماعيل عليه السلام والتي أقام فيها يعني وحدانية كاملة لله كان أهل مكة قد انحرفوا عن هذه الرسالة وعفدوا الأصنام والأوثان والنجوم والكواكب وباقي دول العالم كانت قد صرفت عن الدين أو عفدت عبادات وضعية يعني وثلية لا علاقة لها بما يرضي ربنا تبارك وتعالى فرسالة السيدة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت للتأكيد على ضرورة الإيمان بالإله الواحد الأحد الفرض الصمد الذي لا شريك له في بلكه ولا منازع له في سلطانه ولا شبيه له بالخلقه هذا المعنى لا بد من تأكيده في زمن الفتن الذي نعيشه والتي انحرف فيها أغلب أهل الأرض عن الإيمان بالله وانعكس ذلك حتى على شعوبنا المسلمة القضية الثانية الإيمان بالملائكة والكتب السابقة يعني أمة الإسلام هي الأمة الوحيدة التي تؤمن بوحدة رسالة السماء وبالأخوة بين الأنبياء نؤمن بأن أبوين آدم وحواء عليهما السلام خلق خلقا خاصا خلقهما ربنا تبارك وتعالى من طين هذه الأرض والله علمهما وعلما آدم وأسماء كلها ثم عرضاهم على الملائكة إلى آخر الآيات فالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل يعني هذه من أسس الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ثالثا حتمية الإيمان بالآخرة والبعث والحساب والجنة والنار وكانت الأمم قبل بعثة مصطفى صلى الله عليه وسلم قد كفرت بهذه الخواعد الأساسية وكان يستكثرون على الله وربنا تبارك وتعالى فوق كل شيء كانوا يستكثرون علي إمكانية البعث بعد الموت إذا كنا ترابا وعظاما أئنا نمردوننا يعني وذلك القرآن يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون عن سبيله وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا نبعثونا خلقا جديدا هذه كانت دعوة الكفار والجنة عبر التاريخ يعني هم يستطيعون على أنفسهم أن يتمكن الإنسان من إعادة ميت إلى الحياة مرة أخرى وهذا ليس بالأمر الكبير على رب العالمين الذي أبدع هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه بعلمه وحكمته وقدرته الرقصة الرابعة الإيمان بوحدة رسالة السماء يعني من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم كانت الرسالة واحدة أن أعبدوا الله ما لكم من إله غيره فدين الله واحد والذي حرف الناس عن هذا الدين الصحيح والتحريف الذي تعرض له الرسالات السابقة على بعثة مصطفى صلى الله عليه وسلم خامسا جاء المصطفى يدعو إلى مكارم الأخلاق يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ويقول صلى الله عليه وسلم الدين حسن الخلق ويقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقرمكم بني مجلسا يوم الخيامة أحاسلكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون فرسالته أساسا رسالة أخلاقية وفي زمن ضياع القيم وضياع الأخلاق الذي نعيشه في هذه الأيام ما أحول المسلمين أن يعودوا إلى مدارسة كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه من القيم الإنسانية العليا ومكارم الأخلاق السامية التي لا يتسعي المقام لدخولها جميعا سادسا أن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يؤخي بين أهل الأرض يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم من آدم وآدم ومن طراب العالم القائم على التمايز العرقي الأبيض ضد الأسود والأحمر ضد الأصفر إلى آخره والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على معنى الأخوة الإنسانية كما ألف بين أكثر من مئة قبيلة من قبائل العرب كانوا قبل بعثته الشريفة في تحارب واختتال وغارات عبر التاريخ يقتلوا بعضهم بعضا سابعا ضرورة إعادة ربط الإنسان بخالقه فقبل بعثت هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم كان أهل الأرض الجميعا قد فقدوا الصلة بالهداية السماوية اليهود كانوا فقدوا الطورة والزبور والنصارى فقدوا إنجيل عيسى عليه السلام وابتدعوا في هذه الأديان ابتداعا كبيرا فظلوا ضلالا بعيدا فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ليرد البشرية كلها إلى معرفة خالقهم في غير تكلف ولا بطأ والذي يدرس واقع العالم قبل بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم يرى ذلك واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار هذه بعض الأسس التي يجب أن يذكر بعضنا بعضا بها في كل مناسبة نحتفل فيها بذكرى بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا مدرسة أخوالي الشريفة ليتدعو إلى كل القيم الإنسانية العليا والقيم الأخلاقية الرفيعة أكثر من أن تحصى في كلمة عابرك للك إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إن من أحبكم إلي وأقرامكم بني مجلسا يوم القيامة أحاسينكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراءة وإن كان محقا وزعيم ببيت في وصل الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وزعيم ببيت في ربض الجنة في أعلى الجنة لمن حسن خلقه وهكذا نرى أن تتلخص رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أولا في تعريف الإنسان بخالقه في التأكيد على أن الرسالة السماوية التي جاءت لهذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم لن تكن بدعة من الأمر فقد أرسل ربنا تبارك وتعالى يعني مئات الرسل وآلاف الأنبياء قبل بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن رسالتهم جميعا هي تعريف الإنسان بخالقه وتكليف الإنسان برسالته في هذه الحياة التي لا تستقيم إلا بالإيمان بالله والإيمان بالآخرة والإيمان بالبعث بعد الموت العرض الأكبر أمام الله الميزان الصراط الخلوط في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا في إطار من مكارم الأخلاق والدعوة الآن في العالم كله إلى التحلل من مكارم الأخلاق ولذلك دور المسلمين اليوم مهم للغاية أن يذكر كل إنسان بإنسانيته أن يذكر بخوة الإنسانية ليست الشعوبية العنصرية الضيقة أن ينادي بهذه القيم في زمن تخلى الناس عن أغلب القيم الأخلاقية والسلوكية والإيمانية طبعا سيدنا رسول الله أكرمه ربنا تبارك وتعالى بعدد من المعجزات معجزته الأولى والأخيرة هي القرآن الكريم الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه فحفظه على مدى 14 قرداً في نفس لغة وحية دون أن يضاف إليه أو يتصر منه حرف واحد طبعا كرمه ربنا تبارك وتعالى بشرف نسبه بميلاده في مكة المكرمة أشرف بقاعد أرض على الإطلاق كما كرمه بشق القمر له كأكرمه برحة الإسراء والميراج وأكرمه بحفظ القرآن الكريم هذه من المعاني التي يجب أن يحتفل بها في ذكرى بلاد الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الأخبار التاريخية وحلاء فالناس كلها تعرف ذلك نحن في حاجة في مسجد حاجة إلى معرفة مضمون الرسالة التي جاء بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تتلخص في ضرورة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الإيمان بحكمية البعث بعد الموت بالعرض الأكبر من الله سبحانه وتعالى بالخلود في حياة قادمة إما في الجنة أبدا أو في النار أبدا وبذلك نكون قد أحيينا ذكرى الرسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسلوب الذي يرضيه لعل الله تعالى أن يجبعنا به يوم الخيامة وأن يشفعنا فيه وأن يجعلنا في رقبه بمن يدخلنا الجنة إن شاء الله تعالى وربنا ولي ذلك والقاضر عليه وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر